السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان في فيديو جديد وزير الداخلية الألماني هوست زيهوفا يدلي بتصريح مهم جدا لصحيفة الغايني شو بوست تحدث فيه عن مواضيع متعددة منها مواضيع اللجوء والمستشارة الألمانية رح نركز على هالنقطين طبعا وجهوا له أسئلة أخرى يعني فيما يتعلق بالسياسات أخرى في ألمانيا ولكن رح نركز على موضوع اللجوء ورأيه بالمستشارة الألمانية بالنسبة لسياسة اللجوء وزير الداخلية الألماني قال أنه يجب أن نسعد بتراجع أعداد اللاجئين وقال أنه أنا كنت من الناس اللي حطوا السقف الأعلى لأعداد اللاجئين التي تستقبلهم ألمانيا سنويا وتمت محاربتي يعني من قبل كثير من السياسيين ولكن الآن انتهى عهد فقدان السيطرة وقعدنا يعني الانضباط والنظام إلى الأمور وقال أنه بعض الأشياء يعني لا يزال يمكن يعني تصحيحها بشكل أفضل يعني ولكن الأمور باتت الآن تحت السيطرة وتحدث وزير الداخلية بالأرقام وقال أنه سنويا يتم ترحيل حوالي 25 ألف شخص من ألمانيا يضاف إلهم 15 ألف شخص يعني بيعود بشكل طوعي إلى بلده وفيه كمان بعض الأعداد يعني من الناس اللي تختفي أو بتطلع بتغادر ألمانيا من دون ما تعطي خبر يعني وبالتالي العدد الإجمالي الكلي قد يصل لحوالي 50 ألف شخص يغادر ألمانيا سنويا وصرح أنه قانون العودة المنظمة اللي أنا تحدثت عنه في فيديو سابق ممكن أحط لكم رابط هنا عن هذا الفيديو ممكن تراجعوا وتشوفوا يعني معلومات عن قانون العودة المنظمة هذا القانون سيساعد أيضا في زيادة هذه العداد يعني أعداد الناس التي ستغادر ألمانيا أو يتم ترحيلها الصحيفة وجهت سؤال لوزير الداخلية عن تزايد الإرهاب في أفريقيا والاقتتال في ليبيا وأيضا التهديدات يعني لإيران أنه هل هذه الأمور ستؤدي إلى تشكيل ديناميكية جديدة يعني مثل عام 2015 جواب الوزير كان حاسم وصارم وقال أنه أنا لا أستطيع يعني أن أضمن أنه ما تتكرر الديناميكية اللي تشكلت في عام 2015 ولكنني أستطيع أن أؤكد أن الأمور لن تتطور بالنسبة لألمانيا يعني مثل عام 2015 لأنني سوف أمنع ذلك هون اتدخلوا الصحفيين اللي يجروا اللقاء معه وسألوا أنه هل سيتم إغلاق الحدود فرد وزير الداخلية أنه في عام 2015 اتفعوا رؤساء الحزاب الثلاثة البقصة فيها الـ CSU وCDU وSBD على إنشاء التخنزيت سنتقن مراكز يعني النقل يعني على الحدود وهذه المراكز سوف تقوم بدراسة طلبات للجوء في هذه الأماكن على الحدود الخارجية لألمانيا وستحدد يعني الأشخاص اللي بيستحقوا اللجوء ويحصلوا على كرسات اندماج ويدخلوا ألمانيا أو الناس اللي ما بيطلع لهم اللجوء وسيتم رفضهم من على الحدود وأنه سيتم يعني وضع هني كمان مراكز للمحاكم لتقوم يعني بإعطاء جواب يعني بالنسبة للناس اللي بيأدموا طلب اللجوء على الحدود فيها الحالي وجهت صحيفة أيضا سؤال لوزير الداخلية أنه هل استفدت من الخلاف يعني منذ سنة إلى الآن يعني مع حزب الـ CDU يعني وتطاحن أحيانا فالسؤال اللي عبر ترجه له يا الصحيفة أنه هل استفدت يعني من هذا الخلاف منذ عام إلى الآن يعني ما هي النتائج الوزير تحدث أنه أنا لازلت اليوم يعني مقتنع بالنقاط اللي تحدثت عنها ولكن كانت تنقص الأغلبية لذلك وأنا أحترم ذلك يعني بمعنى أنه عبر يحترم القانون الديمقراطي يعني إذا أنه بقية الأحزاب أو السياسيين يعني ما بيمس له وجهة نظره في هالأمور فهو متمسك بوجهة نظره ولكن يحترم أيضا الديمقراطية أنه بقية الأحزاب والرؤساء الأحزاب يعني ضد هالنقاط أو معظم النقاط وفي مجموعة من النقاط أيضا تم الحديث عنها بين الصحيفة يعني ووزير الداخلية الألماني عن موضوع الانتخابات الأوروبية والمستشارة الألمانية أنه هل يوجد احتمال أنه بعد الانتخابات الأوروبية إذا لم يحقق حزب الـ CDOTS ومسأل نتائج مبهرة هل يمكن أن تقدم المستشارة الألمانية أنجيلا ماكل استقالتها هل يمكن أن تستقيل وتفسح المجال يعني لأينغغيت كخام كاغنباور رئيسة حزب الـ CDOT الجديدة أنه تستلم منصب المستشارة يعني لإكمالها الدورة التشريعية حتى عام 2021 والوزير الداخلية استبعت كل هالأشياء وقال أنه الحكومة عبتشتغل بشكل ممتاز وأنه ما في دعي لهذا الشيء أبدا وأنه من المتوقع أنه الحكومة تكمل أيضا حكمها لألمانيا حتى عام 2021 بغض نظر حتى عن نتائج الأوروبية وزير الداخلية الألمانية كمان مدح بشكل مفاجئ المستشارة الألمانية أنجيلا ماكل بشكل كبير وقال أنه أنا لا أعرف شخصا في كل أوروبا يعني يتمتع بالثقة مثل يعني بثقة الناس يعني مثل المستشارة الألمانية سواء في داخل الألمانية أو حتى على مستوى أوروبا يعني وأنه هي الشخص يعني لا تحيد يعني عن مواقفها يعني نحن نعرف عن المستشارة الألمانية أنجيلا ماكل من أقوى الشخصيات السياسية في العالم وفعلا سياسة واضحة ولم يوجد لف دوران أبدا وإذا عملت شيء قالت فعلت المستشارة الألمانية حكمت هذه الدورة الرابعة في ألمانيا إذا أكملتها سيكون 16 سنة كمستشارة ألمانية حتى على المستوى الأوروبي هذا رقم قياسي وتتمتع بمصداقية عالية حتى على المستوى الأوروبي الصحيفة كمان هيك تهكمت على الجملة اللي بتموا بينتقدوا فيها أنجيلا ماكل لما قالت في شافندس يعني سوف ننجح بذلك عام 2015 لما فتحوا الحدود قالت أنه في شافندس وصرحت المستشارة الألمانية في أكتر من مكان يعني أنه هذا القرار كان يعني هو قرار إنساني فتح الحدود الناس على الحدود مشردة في أوروبا على كامل الدول والحدود أنه كان قرار إنساني فتح الحدود أمام هؤلاء اللاجئين وقالت كلمة في شافندس يعني سوف ننجح بذلك هاي الكلمة اللي بنتقدوها فيها أنجيلا ماكل يعني بشكل كبير كتير من السياسيين والمعارضين على مبدأ أنه كلمة في شافندس سوف ننجح بذلك لا تستند إلى قصص وقواعد يعني كمستشارة لألمانيا الدولي عظمى يعني بمعنى أنه المفروض يكون في قصص وأرقام يعني تسند هالأشياء وليس فقط هو تمني أو مشاعر أنه سوف ننجح بذلك فوزير الداخلية هلأ رد على هالجملة بالقول أنه المستشارة الألمانية أرادت بذلك تشجيع الناس وقد نجحت عند الكثيرين منهم يعني تشجيع الناس على تقبل فكرة استقبال الناس يعني من باب إنساني ومساعدتهم يعني فهي الجملة دائماً اللي بينتقدوا أنجيلا ماكل عليها يعني رغم أنه كانت عبتقولها بكل مصداقية وبكل إنسانية حبيت عطيكم فكرة واسعة يعني عن هالتصريح الصحفي المهم ورأي وزير الداخلية يعني بكتير من الأمور فيما يتعلق بالسياسة اللي جوا بالمستشارة الألمانية نحن معرف أنه كان في يعني كخلاف كبير جداً يعني بين هوستيوفا بين وزير الداخلية وأنجيلا ماكل في الصيف الماضي يعني كانت النقاشات حادة جداً إلى درجة تهديدات بالانسحاب من الحكومة وهذه الأشياء كان ممكن تسقط الحكومة حتى ولكن يعني يبدو أنه الهوة تم ردمها يعني بين وزير الداخلية وبين المستشار الألماني وعمدحها بشكل كبير يعني وعمدح شخصة يعني كمستشارة وكسياسية أتمنى أكون أفدكم من خلال هذا الفيديو تحياتي لكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته